مرحبا بكم متتبعي قناة تعلم والسفيد في حصة جديدة إذن في هذه الحصة سنشتغل على مكون التراكيب درس الفعل اللازم والفعل المتعدي إذن متى يكون الفعل لازما ومتى يكون متعديا إذن هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس إذن لاحظوا لدينا هذه الجمل جالس الطفل الجملة الثانية تحصر الجد الجملة الثالثة يسمع الطفل أحاديث جده والجملة الرابعة يتلف بعض الناس الممتلكات العامة إذن هذه الجمل هي التي سنحللها في هذا الجدول إذن الجملة الأولى جالس الطفل لاحظوا هذه الجملة هي جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل إذن الفعل هو جالس وفاعله هو الطفل إذن الفعل هنا فعل جلس اكتفى بفاعله فقط ولم يتعداه إلى نصب مفعول به إذن هذه الجملة لا تتضمن مفعولا به ولهذا فالفعل جلس نقول عنه أنه فعل لازم لماذا؟ لأنه اكتفى بفاعله فقط ولم يتعداه إلى نصب مفعول به إذن الفعل هنا هل يحتاج إلى مفعول به؟ لا إذن لازم فاعله فقط ولهذا نسميه فعل لازم إذن الفعل اللازم نعيد هو الذي يكتفي برفع فاعله فقط ولا يحتاج إلى مفعول به لكي يتم معنى الجملة نفس الشيء هنا تحصر الجد لاحظوا هذه أيضا جملة فعلية تتكون من فعل هو تحصر وفاعل هو الجد إذن قلنا الفعل هنا هو تحصر ثم الفاعل من الذي تحصر؟ الجد إذن الفاعل هو الجد إذن هل هذه الجملة تتضمن مفعولا به؟ لا إذن لا تتضمن مفعولا به إذن نقول على أن الفعل تحصر هنا اكتفى بفاعله إذن نعم اكتفى بفاعله ولم يحتج إلى مفعول به ولهذا أيضا فالفعل تحصر هو أيضا فعل لازم إذن نعيد إذن الفعل اللازم يكتفي بفاعله فقط ولا يحتاج إلى مفعول به بينما في الجملة الثالثة يسمع الطفل أحاديث جده إذن هذه الجملة أيضا جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ثم مفعول به إذن ماذا يسمع الطفل؟ يسمع أحاديث جده إذن لو قلنا فقط يسمع الطفل فالجملة هنا غير تمت المعنى بحيث الفعل يسمع يحتاج إلى كلمة تتمم معنى الجملة ولذلك أتينا بكلمة أحاديث أو أحاديثة إذن يسمع هنا قلنا فعل من الذي يسمع؟ الطفل إذن الطفل فاعل ماذا يسمع الطفل؟ إذن الطفل يسمع أحاديث جده إذن كلمة أحاديثة هنا فهي مفعول به ولهذا هل الفعل يسمع في هذه الجملة اكتفى بفاعله فقط؟ لا هل احتاج إلى مفعول به؟ نعم احتاج إلى مفعول به هو أحاديثة ولهذا نقول الفعل يسمع فعل متعد ثم الجملة الرابعة يتلف بعض الناس الممتلكات العامة إذن الفعل في هذه الجملة هو يتلف ثم الفاعل من الذي يتلف؟ بعض الناس إذن بعض هنا فاعل ماذا يتلف بعض الناس؟ إذن لاحظوكم نطرحوا السؤال بماذا عندما نبحث عن المفعول به إذن ماذا يتلف بعض الناس؟ يتلف بعض الناس الممتلكات إذن الممتلكات هنا فهو مفعول به ولو قلنا فقط يتلف بعض الناس فالجملة هنا غير تمت المعنى ولهذا فالفعل يتلف يحتاج إلى كلمة تتمم معنى الجملة ولذلك أتينا بكلمة الممتلكات التي هي مفعول به إذن هل الفاعل اكتفى بفاعله هنا؟ إذن لا هل يحتاج إلى مفعول به؟ نعم وبالتالي فنوع الفعل يتلف فعل متعد إذن الفعل المتعدي هو الذي يتعدى فاعله إلى نصب مفعول به ولا يكتفي بفاعله فقط عكس الفعل اللازم الذي يكتفي بفاعله ولا يتعده إلى نصب مفعول به إذن من هذا نستنتج الفعل اللازم قلنا هو الذي يلازم فاعله أي يكتفي بفاعله ولا يتعده إلى المفعول به مثل جلس الطفل تحصر الجد انتصر الفريق إلى غير ذلك أما الفعل المتعدي فهو الذي يتعدى فاعله إلى نصب مفعول به مثل جملة يسمع الطفل الحكاية يكتب الولد النص يحفظ التلميذ القصيدة يرسم الولد اللوحة إلى غير ذلك إذن الفعل المتعدي يتضمن مفعولا به الفعل اللازم لا يتضمن مفعولا به لدينا أركب الأفعال الآتية في جمل مفيدة إذن لدينا حضارة إذن حضارة ممكن أن نركبها في جملة مثل حضارة ضيوف الحفلة إذن الفعل حضارة هنا هل هو فعل لازم أم متعدي لاحظوا لو قلنا فقط حضارة ضيوف ففي هذه الحالة الجملة تحتاج إلى كلمة أخرى لكي تتمم معنها ولذلك أتينا بكلمة الحفلة إذن ماذا حضارة ضيوف حضارة ضيوف الحفلة إذن الحفلة مفعول به وبالتالي فالفعل حضارة فعل متعدين الفعل الثاني عرف إذن عرف مثلا ممكن نقول عرف التلاميذ حقوقهم وواجباتهم إذن أيضا الفعل عرف هو فعل متعد لأنه لم يكتفي بفاعله لهو التلاميذ بل تعده إلى نصب مفعول به لهو حقوق لدينا كتب ووقف إذن كتب ممكن نركبها في جملة كتب أحمد قصيدة شعرية إذن الفعل كتب هنا لم يكتفي بفاعله فقط بل تعداه إلى نصب مفعول به لهو قصيدة وبالتالي فكتب هنا فعل متعدين الجملة الأخيرة أو الفعل الأخير لدينا وقف إذن ممكن نركبها في جملة مثل وقف المسافرون في الصف إذن في هذه الجملة فالفعل وقف اكتف بفاعله فقط ولم يتعداه إلى نصب مفعول به وبالتالي فهو فعل لازم نمر لأستثمر لدينا أميز الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية مع ذكر السبب لدينا تنهد الجد إذن الفعل تنهد هنا اكتف بفاعله فقط ولم يتعداه إلى نصب مفعول به وبالتالي سيكون فعل لازم تنهد فعل لازم حكى الجد قصة إذن الفعل حكى هنا لم يكتفي بفاعله اللي هو الجد فقط بل تعداه إلى نصب مفعول به اللي هو قصة ولهذا حكى فعل متعد نحب الوطن إذن الفعل نحب لم يكتفي بفاعله اللي هو هنا يا ضمير مستتر تقديره نحن بل تعداه إلى نصب مفعول به اللي هو الوطن ولهذا سنقول نحب هذا فعل متعد نحافظ على نظافة الشارع إذن الفعل نحافظ هنا اكتف بفاعله اللي هو ضمير مستتر تقديره نحن ولم يتعداه إلى نصب مفعول به ولهذا فهو فعل لازم إذن نحافظ فعل لازم ثم ثانيا لدينا أعرب إن المواطن الصالح يحب وطنه وجملة أخرى فاز المجدون في الامتحان إذن لاحظوا إن إذن هذا من النواسخ الحرفية وإن تعرب حرف توكيد ونصب إذن هي للتأكيد وأيضا تنصب الإسم الذي يأتي بعدها لأنها ناسخ حرفي المواطنة إذن النواسخ الحرفية تحتاج إلى اسم وخبر واسمها يكون منصوبا إذن المواطنة هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إذن منصوب بالفتحة الصالحة نحظوا المواطنة الصالحة إذن كلمة صالحة تتبع الإسم الذي قبلها في النصب في التعريف بجوجهم معرفين في الإفراد بجوجهم مفرد وفي التذكير بجوجهم مذكر إذن الكلمة التي تطابق ما قبلها في جميع الصفات والحركات تعرب نعتا حقيقيا ولهذا فالصالح نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته كما قلنا يحب إذن يحب هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره كل فعل يحتاج إلى فاعل الفاعل هنا غير مذكور لهذا سنقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ونكمل الإعرار يحب ماذا؟ يحب وطنه إذن وطنة سنعرب فقط وطنة إذن وطنة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف لماذا؟ لأنه اتصل بضمير وهذه الغائب سنقول والها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه الآن نحتاج إلى خبر إن سنقول والجملة الفعلية لها يحب وطنه في محل رفعين خبر إن إذن خبر إن هنا جاء جملة فعلية كما نلاحظ والجملة الثانية لدينا فاز المجدون في الامتحان إذن فاز هنا فعل ماض مبني على الفتح المجدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو إذن مرفوع بالواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم وجمع المذكر سالم يرفع بالواو في حرف جر الامتحان هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرى الظاهرة على آخره إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة شكرا لكم على حسني المتابعة